اهلا بكم من جديد طلب القاضي وعضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث مؤخرا من خلال صحيفة الشرق بوجود نساء في القطاعات العسكرية كالدفاع المدني ومسعفات طبيبات ميدانيات وأكد الغيث أنه لا يجوز شرعا ولا نظاما منع المسعفين القيام بواجباتهم داخل المواقع النسائية لإسعاف الحالات النسائية وإنقاذها لأنها ضرورة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نتابع موسيقى عضو مجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى الغيث عود الظهور على المشهد الإعلامي مجددا وهو الذي اقترح سابقا تطبيق نظام قيادة المرأة للسيارة على نطاق ضيق لدراسته قبل اعتماده لكن هذه المرة في تصريح أدلاه لصحيفة الشرق حول منع المسعفين من دخون المواقع النسائية للقيام بواجباتهم الإسعافية والذي أوضح عدم جوازه لكن ما ضج به الرأي العام هو مطالبة الدكتور الغيث بتوظيف عسكريات في الدفاع المدني لإنقاذ النساء أسوة بالسجون والجوازات وأنه ينبغي وجود مسعفات للعمل في الأماكن النسائية المغلقة مطالبة الغيث وإن كانت أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع السعودي لخصوصيته إلا أن هذه الخطوة ليست بالجديدة فدول مخليجية مجاورة كالإمارات والتي أقرت مؤخراً نظام التجنيد الاختياري للفتيات تتيح للنساء ومنذ زمن المشاركة في المهام العسكرية كالشرطة النسائية وتأتي مطالبة الغيث بعد الجدل الذي أثير حول وفاة طالبة الماجستير آمنة والتي توفيت في داخل جامعة الملك سعود حيث أفاد ذوها أن منع دخول الإسعاف إلى الحرم الجامعي أدى إلى وفاتها للحديث حول هذا الموضوع معي الشيخ عيسى الغيث عضو مجلس الشورى وكذلك سيكون معنا إن شاء الله عبر الهاتف الداعية الإسلامية الشيخ فوزان بن عبد الله الفوزان شيخ عيسى يعني العلي أبتدأ معك الحديث هذا ربما التصريح الذي كان في جريدة الشرق في تاريخ ستاربا كان هذا يوم أمس وذكرت أنه يجب توظيف نساء عسكريات لإنقاذ النساء يعني في مجتمع يرفض وجود المرأة أو عمل المرأة في بعض الأماكن نجد أنك تطالب بهذا الشيء ألا ترى أنه فيه ربما مطالبة بما هو فوق العرف نعم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء أشكركم وأشكر هذا البرنامج وفي الحقيقة أنا أتحدث بهذا الكلام منطلقا من ثوابت الشرعية الآن حينما يأتي رجل الإسعاف فيقولون لا يدخل رجل الإسعاف إلى داخل قسم النساء وبالتالي تموت آمنة وغيرها حينما يأتي الدفاع المدني إلى مدرسة فيها حريق الأهالي يمنعون دخوله باعتبار أنه رجل طيب ما تفون الرجال يدخلون إلى هذه الأماكن مع أنه جائز شرعا لأنها ضرورة تبيحين إذن المحرم وأيضا بنفس الوقت إذا طولب بأن يكون نساء للنساء امتدادا لدعوات التي تطالب بعدم الإختلاط مطلقا دون في الحقيقة تقييم شيء معين فأيضا يتناقضون بهذا الحل إذن حينما نأتي مثلا للإسعاف عندنا قضية آمنة وغيرها الدفاع المدني قضية مدرسة مكة وغيرها الجوازات الآن سيكون في نساء أيضا في الجوازات وفي السابق أيضا في التفتيش الأحوال المدنية قسم للنساء بل يطالب بأقسام نسائية في المحاكم وغيرها إذن طلبي هو امتداد لتلك الطلبات من أجل أن تحافظ المرأة على حشمتها وأن يكون المسؤول عنها مرأة نفسها من نفس جنسها شيء الثاني يا أخي الكريم ألا يطالبون جميع إخوتنا من المحافظين وكلنا محافظين وأنت وأنا والجميع ألا يطالب بمستشفيات خاصة بالنساء طيب نطالب أن تكون دفاع مدني خاصة بالنساء إذا جاء ينقذ وحده تريد أن تغرق في المسبح لا يدخل الرجال حين إذن ينقذها أو في داخل غرف النوم أو نحو ذلك على هذا الأسس إذن قضية ضوابط شرعية تحقق مثل هذا الأمر هناك أخي الكريم شيء من التناقض والاضطراب يطالبون بالشيء ثم يطالبون بنقيضه يطالبون بأن تكون المرأة للمرأة ثم إذا طلبت حين إذن المرأة للمرأة قالوا إنك تريد ماذا ترفاهي الإشكالية طبعا أنت تتكلم عن وجه النظر الذي خالفه هذا الرجال بالفعل ولعل المتصب بعد قليل ما عرفت اسمهم لقبل دقيقتين قريبا هم الآن بهذا النحو ماذا يقولون لا تحدث باسمهم لكن أنقل لهم بنا كل أمانة علمية طيب الآن وجود المرأة هل مشكلتكم وجود المرأة مع الزملاء الموظفين معها أو مشكلتكم وجود المرأة في ميدان العمل أو حين تختلط حين إذن بالآخرين أي بالذين تقدم لهم الخدمة بمعنى المرأة المسعفة أنت حينما تنظر إلى دورها تجاه المرأة المريضة شيء إيجابي حينما تراها مقابل زملائها في العمل يخضع ضوابط طيب تقول لا نريدها مسعفة إذن سوف تقع في مشكلة أكبر وهو أن هذا الرجل سوف يدخل إلى أماكن سئية على هذا النحو كل هذه الأمور بمنطلقات شرعية سأعطيك مثال آخر وأيضا ممكن أيضا كل هذه الأمور ضمن هذه الدلائل كتبات العدل المرأة الآن اليوم أعلم في إحدى الصحف السعودية معت وزارة الداخلية وزارة العدل عن موضوع البصمة إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة وسبق تحدثت عنها عن هذا الموضوع قبل فترة والحمد لله لم يتأخر هذا الأمر بناء على ذلك الآن ماذا نقول عن موضوع المرأة لو وجد امرأة كاتبة عدل مجرد فقط توثيق للوكالة فيما يمنع في حين أنك الآن لو تقول طيب نحن مرسته بحاجة مستشفيات نسائية قالوا والعياذ بالله إنك تدعو إلى كذا وكذا حين إذن تدعونا إلى الطبيبات حين إذن النساء للنساء إذن طالبوا بكاتبات عدل للنساء طالبوا بمحاميات للنساء طالبوا بكذا لكذا لا بد أن يكون عندنا منهج ثابتة وقواعد ثابتة لك كل شوي تنقلب لي على جهة معينة ما تصلح طيب أنا بسأل تتوقع أنت الاستغراب من هذه المطالبة تكمن عند بعض مثلا بعض المشايخ ولا هي عنده عرف في اجتماع أنه ممتخيل أن يكون عندنا عسكريات من النساء شوف يا أخي الكريم التحدى يأتي بروفسور في قسم الفقه من أي كلية شريعة في أنحاء العالم يقف تجاه هذا الرأي هم إخوة نحسن بهم الظن عندهم غيرة تعترض دافعهم طيب ولكن أحيانا تكون العادات أو الخوف من المستقبل أو من سوء التنفيذ يعخذهم حين إذن بسوء الظن بالآخرين على هذا النحو في مجموعة من الأمثلة على هذا سأعطيك مثال آخر سوء الظن بالمنفذ بأنه حين إذن فوبيا التغريب وأنه ينوي كذا وكذا هم دائما عندهم مزايدة يعني أنا الصح فينا سيرونيك تغريبي ولا لا؟ والله يمكن يسمون أي شيء وفي أحد المشايخ سامحه الله يعني قال مثل هذا الأمر لك على كل حال يا أخي الكريم من دخل أنا أشوف يا أخي الكريم أذكر في كل تشريعة قبل أكثر من عشرين سنة كان أحد مشايخنا يقول يقول كل تشريق قال الشريعة صالح لكل زمان ومكان هذا معروف ولكن يقول مرة متهكما حيث يقول لماذا لم تتغير بعض حتى المقررات قال لأننا نحن في الشريعة وهي صالحة ولكن أحيانا لا بد أن تكون جامدة يعني بعض الكلام على سبيل المثال في مجموعة من الأمثل لو أخذت معك في الحديث على هذا الأمر سوف نقع في مجموعة من التناقضات حول هذا الموضوع كل ما نريده أن نطبق الشريعة الإسلامية وفقا لهذه الظوابط سأعطيك مثال أخير وأسمح لي يا أخي الكريم أنا دائما أمر أحيانا على الأسواق للتبضع مثلا للأولاد والأهل ومع الأهل أو أحيانا لوحدي يا أخي الكريم الله يحز في نفسي أشوف المرأة السعودية بنات جالسة في الشارع على ما يسمى بالكاشيرات أو حتى بسطات في الشارع في الرصيف سبحان الله الحين بناتنا يبيعن في الرصيف ومعهم عمال وتناولون بالناس وهي من جميع الجهات الناس يرونها حلال لأن تطبعنا عليه منذ أن ولدنا وأن تدخل داخل المحل وأن تبيع يصير حرام هنا الإشكالية يعني تعزوا الموضوع إلى موضوع تطبع جدا تخبر وعادات وتقاليد هي أعراف لكن أخذناها كمسلمات ربما من الناحية الدينية طيب خليني أخذ وجهة نظر الشيخ فوزان الشيخ فوزان يمكن تابعت معنا مطالبة الشيخ عيسى الغيث بوجود نساء عسكريات يسعفنا النساء سواء في الدفاع المدني أو غيرها أبي تعريقك على هالمطالبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الأخوة يا أهلا وسهلا أقول سلامك الله بالنظر تهدير المسألة تحييرا شرعيا مسألة شاركة مرأة في الدفاع المدني أولا يعني هو الدكتور نفسه حررها بنفسي قال أنه ما تقتضيه المصلحة من أحمال إنقاذ من الرجال للنساء جائز شرعا هذا بإجماع المسلمين فالآن الخوضي مثل هذه المناقشة ومثل هذا الجدل أظن أننا نسنا محتاجة له لأن الحاجة قائمة بوجود الرجل والأصل أنه لا يمنع الرجال من دخول النساء مدام مهمته مثل هذه المهمات فلا نستجلب ضوضات وحاجات لذج النساء بأعمال لا تلقبهم الثانية كثيرا من أعمال الدفاع المدني لا تتناسب طبيعة المرأة ففيها من الجهد والمشقة والعناء بل وحتى الألبسة يقيدونها بألبسة معينة ما نستطيع أن نكرم ونرفع قدر بناتنا بأن يدخلنا هذه المعنى وهذا العناء وهذا الجهد ثالثا هذه الأعمال الميدانية تستجلب مشاركة المرأة والرجل في ميدان العمل وهذا محرم بنصفة واللجنة الدائمة تاريخ 826 وأرجو أرجو أرجو من الدكتور عيسى الغيث أو غيره ألا يفتعت على لجنة الإفتاء التي مخولة من قبل ولي الأمر والمفترض أنه يدعن لأمر الله أو لرسوله فنحن وإياه اختلفنا في هذا الأمر فهناك مرجعية وإلا جميع الأحزاب الآن كلها الأحزاب التي تبدعها كلها عندها جهة فتوى فإذا صار كل جهة ترجع لفتوى مفتيها ومرجعها فبهذا الشكل سنضيع طيب شخ فوزاني حافظ الدكتور عيسى علم قال منذ سنوات المصلحون ينادونا مستشفيات نسائية خاصة طيب يا دكتور عيسى ليش ما طلبت معهم؟ لماذا ما ضميت صوتك معهم؟ بكادر النساء وخاصة بما يتعلق النساء وماذا؟ ما شاركت معهم ولا ساهمت في ذلك ولا رأينا لك مشاركة في ذلك بينما هنا في العسكرية بالدفاع المدني لاك مشاركة في ذلك طيب شخ فوزاني أنا بس لك سؤال محدد شخ فوزاني يعني وش المانع من الوجود نساء عسكرية سواء في الدفاع المدنى أو غيرها أبغى تحدد لي هل إشكالية أنك حكمت أنه سيكون هناك اختلاط بين الرجال وأنا سيكون العمل بها بالصورة التي تتخيلها وباللبس وإزاي وغيرها؟ أنا الآن ذكرت أربع موانئ يعني اريد تعيدها مرة ثانية حالي أربع موانئ وعندي بعد موانئ أخرى طيب عطنا موانئ الأخرى طيب لو قيل توقيل اجتاهد الدكتور عيسى أو غيره ثاني ثالث خلص مستيدون هم هو شأن لو قلنا ذلك وقدر الحال وقلنا أن هذه ضرورة وأن حاجة الحقيقة لا يجوز لأحد كان من كان أن يفتئت على الجهات الشرعية هنا خلص إذا كان هذا فترفع حاجتها وضرواتها للجهات الشرعية والجهات الشرعية تبت في هذا الأمر وهو المخولة في هذا الأمر الأمر الخامس الأمر خاص الأمر ينظر إلى مآلاته ومقاصده مآلاته ومقاصده أولا حلنا الآن بداية الأمر الدفاع البدني إلى الآن ما نطبق عن نظام هذا إلى الآن لكن مجرد مشاهد وتجارب ومع ذلك الآن ودكتور عيسى الغيثة لا يمكن على هذا الشيء ما شفناه يمكن ولا أمر أنكر على القضية الآن نشاهد رجال الدفاع المدني تصوير مع النساء بابتسمات وضحكات والسلام ويصبروا مع بعض هل هذا مقصد صحيح؟ هل هذا ما صحيح يقره الدكتور عيسى الغيث وغيره من الذين يقره في ذلك؟ شيخ فوزا خلني أعطي للشيخ عيسى مجال أنه يرد على النقاط التي ذكرتها شيخ عيسى سمعت النقاط التي ذكرها لا 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 تسمح لي في البداية أنا أسلم عليك شيخ فوزان السلام عليكم أهلاك السلام بسكرة بالخير كان مودي أنني اكتحلت برؤيتك وأن شرفتنا في هذا المكان حتى نتعطر حينها إذن بسماع كلامك الطيب بارك الله فيك حياك الله أنا قريب من عندك لست بعيدا الله يسلمك بارك الله فيك شيخنا الكريم اسمح لي أن أعلق على ما سمعته من هذا الحديث لا بد أقوى بالصراحة يعني غالب الحديث أنا ما سمعت لأن صوت بعيد من عندي النقطري ذكرها خالفك في وجه النظر نعم لكن اللي أنا التقط بعضها أولا أنا معك شيخ فوزان ومع جميع الإخوة الذين يطالبون بكل حق هو للمرأة وبكل حق يكون ويتكون المرأة فيه بعيدة عن الرجل لا سيما في الإختلاط المحرم وليس الإختلاط المباح مثلا المشافي النسائية 100% أنا معها أي شيء للمرأة أنا معها لكن لا يعني أنه يلزم أنني أروح معهم للتجمهر في مكان معين عشان أصير معهم أو أوقع معهم على بنات جماعية حينئذ عشان أصير معهم لكن في الفكر وفي الرأي لا أظن أحد سوف أشكك بي ولا بغيري من المسلمين عموما ومن رجال مؤسسة دينية وطلبة العلم خصوصا هذا وأولا ثانيا فيما يتعلق بي لموضوع المآلات أي شيء في مآلات أعطيك مثال أخي الكريم بالنسبة لموضوع الطب للمرأة طيب الطب للمرأة أنتم تطالبون نحن نطالب مثلا بي طبيبات في المستشفى 100% طيب الطبيبة في أثناء دراستها في الكلية وأحيانا في ابتعاث في الخارج والامتياز ونحو ذلك لا بد أن تكون لها بشكل أو بآخر أماذا أقصد يا أخي الكريم أننا يجب أن نوازن بقواعدنا الشرعية نحن عندنا أحكام شرعية تنطلق من أدلة من قواعد من أصول من مقاصد بالنظر أيضا من ضمن المقاصد موضوع هذه المآلات لكن حينما يكون لدينا شيئا من الفوبيا والمبالغة أو سوء الظن بالآخر من إخوتنا المسؤولين بأنهم سوف يسيئون أو أن نواياهم سيئة هذا في الحقيقة في تزكية للنفس من ناحية وفي سوء ظن بإخوتنا من ناحية أخرى هي عبارة عن فكرة أخي الفوزان يعني اسمح لي الشيخ فوزان قبل كم سنة سأعطيك مثال وأذكرك وأذكر الأخوة المعتسبين بهذا الموضوع قبل أربع سنوات وخمس سنوات كتبت عدة مقالات عن المحاميات للمرأة والمحامات للمرأة قلت هي سوف تأتي يا مشايخ الشرط الأول يجب أن نقول أن تكون مرأة محامية عن المرأة فقط وثانيا أن تكون في الأحوال الشخصية فقط وثالثا أن تكون منضبطة في اللبس الشرعي فقيل لي أنك تريد وتريد وتريد وفي الأخير شيخ فوزان جاءت الموافقة على المحاميات بلا شرط ولا قيد ما سمعتم نصيحتي وهكذا يجب أننا أيضا نراجع ونراجع أخطائنا يجب حينئذ أن نعرف المعطيات الواقعية ممن جاءت الموافقة يقول جاءت الموافقة من الجهات العليا بترخيص المحاميات دون هذه الضوابط والقيود نفس الشيء بالنسبة لموضوع الكاشيرات للمرأة ماذا قلت أنا؟ قلت أنا مع كاشيرة المرأة لتبيع على المرأة والرجل يبيع على الرجل قال أبدا ما أنا بالمرأة تماما فحينما قال ما أنا بيكون شي عندهم تماما في الأخير أصبحت المرأة تبيع حتى على الواء الوحيان حتى على الرجال أنا أقصد ماذا؟ نريد أن نكون في حسن ظن بالآخرين وأن نفهم حينئذ المصالح والمفاسد وأن نعرف الواقع اللي نعيش فيه وكيف أنه أحيانا ينسا قد يضطر إلى الوقوع في جزء من المنكر من أجل دفع منكر أكبر منه طيب شيخ فوزان يعني لو هذا الموضوع طالب فيه شيخ عيسى قال في ظل الضوابط الشرعية أنه مثلا أنت لا طول أنت حطيت ربما خمسة أمور ترى أنها تؤيد كلامك في أنك ترى عدم جواز هذا الأمر طيب لو وجد هذا الموضوع نسا مثلا في الدفاع المدينة وغيرها بظل الضوابط شرعية محددة من قبل ما رأيك والله أنا قلت لك لو قدر لو قدر أن هناك مجموعة من الفضلاء ولا خيار رأوا سواء في هذه المسألة أو في غيرها الحقيقة الواجب أنهم يحررون هذه المسألة وينظرونها ويكتبونها ثم تعرض على الجهات الشرعية لو قدر لو قدر لكن أنا ذكرت لك الآن مبررات ذكرت لك مبررات هنا يعني مثل هذه الأعمال لا تريد فيها لعدة أسباب التي ذكرتها يعني طبيعة المرأة فيها من الجهد فيها من البذل فيها لباس معين الأمر الثاني والأهم يا أخي لا نقلسنا بحاجة لا الحمد لله الرجال إذا احتاج الأمر يدخلون في الدفاع المدينة سواء في جامعة النسائية أو غيرها ويعمم على الجهات الرسمية ويخول بذلك لا يحق لكم منع رجال الدفاع المدني سواء في جامعة أو غيرها فحنا لسنا بحاجة مثل هذه المناقشة أولا لأن الحمد لله محلولة ولا الحمد بضابط الشرع الأمر الثاني بالنسبة للمذاكر الدكتور عيسى قضية المآلات يعني يعني مثلا بيع المستلزمات النسائية هي بدأت بدأت بحملة نظمتها بعض النساء كفاية إحراج وهي تعني بالملابس النسائية الداخلية ببداية ثم إذا بوزارة العمل الملابس الخارجية والأكسسوارات والعطورات والآن تنتقل إلى محلات الدهب والصيدليات إذن حملة كفاية إحراج هذه بدأت بقضية الملابس الداخلية هذه كذب وهذه فيها خلط وفيها خداع وفيها تلبيس على الواقع والواقع نحن نحن بحاجة لماذا شيء هذا لكن ما نسأل تسمح لفوجود يعني خلق لتكمل الحكرة بعض الإخوة الشرعي اللي يسمون الشرعي هدن الله وإياه هدن الله وإياه ونسأل الله سبحانه الله عن إيجاية والتوفيق والحقيقة أنا أعتبر أعتبر وليسمح للدكتور إيس أنه يعني أحد الذين أهداهم الله أنه يمرر مثل هذه الأشياء الآن تطورت ليست الآن الملابسة النسائية الداخلية لكفاية إحراج لا الآن تطور الأمر ويعني أنا أعتقد والله أعلم أن الدكتور عيسى الغيث وغيره يعني ركب هذه المطية أنه يبوء ويتحمل يعني إذنه ومن سار معه بهذا الطيق طيب أخي الكريم أنا في الحقيقة لا أحب كلمة مثل مطية ونحو ذلك لكن أسمح لي شيخ أخي الكريم فيما يتعلق بموضوع أنه والله فولان أو علان أنا أعتقد بتحليلي شخصي أنكم أنتم السبب الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه تعرفوا ليش لأنكم تريدون أن تغلقون كل شيء فتسببتم في فتح كل شيء لو قلتم تعالوا نحن نوافق على الملابس الداخلية بضوابط واحد اثنين ثلاثة دون سواها كان يستجيب لكم لكن حينما أنتم وقفتم أمام كل شيء لم يسمع لا لكم ولا لنا وسمع لآخرين ما يصلح هذا الأمر طيب شيء الثاني طريقتكم هذه طول السنوات الماضي جابت النتيجة جابت أمور عكسية يا أخوان يجب تعدون النظر في طريقتكم تراجعون حينئذ على هذا النحو فبالنسبة أنا غير راضي أنا في الحقيقة عدة مرات قلت هذا الموضوع أنا عدة مرات وجدت مجموعة من الأسواق بائعات مع بائعين وأمور غير جيدة وتعقشات وقلت أدب لا أقبل بهذا الأمر لكن حينما تغلق الباب كله أخي الكريم لن يفتح الباب كله بل سيكسر كله فيجب حينئذ أن تقايسوا هذه الأمور وفقا للقواعد الشرعية والمقاصد الشرعية وحينئذ المآلات أنتم الآن بناء على المآلات التي وصلتم إليها ما هي النتيجة؟ النتيجة كل كلامكم لم يؤدي إلى أي نتيجة بل أحيانا يكون له أثر عكسي وحتى المعتدل الوسطي الذي لم يصل إلى حاله من هذا الاحتقان أيضا لم يسمع له من أجل أن لا يقال أنه سمع للآخرين إذن لابد أن نعيد أنفسنا وأن نتناقش بيننا دون من اتهم بعضنا بعض أنك أنت متشدد وثي يقول أنت مطي وثي يقول أنت لبرو جامي ولا رابع يقول كذا إلى متى طيب خلنوا راجع أنفسنا ونشوف ما استطعتم أن تمنعونا شيئا وحتى لطالبنا فيه لم يسمع لنا أحيانا بسببكم طيب الشيخ فوزان تعليقك الأخير إذا كان عندي تعليق على كلام الشيخ عيسى أول شيء جميل وأذكر الدكتور عيسى لأنه أقرب وأعترف أن الواقع الآن الموجود في بيع المستلدمات النسائية غير مرضي وسيء وهو لا يقره ولا يريده فأنا أطعبه من هذا المنبر من هذا المنبر الذي عندكم الآن أن يكتب أكتب ماذا؟ يكتب لمن؟ مثل ما كانت سابقا يحرر في قضية الموافقة والتأييد يا شيخ فوزان أنا أدعو لا أسمع لدكتور عيسى أصبر أن تقول أكتب الناس يشاهدون لنا أنا في مجلس الشورى تقدمت أكثر من توسية بشأن الإختلاط لكنكم أنتم لا تبحثون عن الشيء الإيجابي الذي يقوم به أنتم تبحثون عن شيء سلبي فإذا لم تجدونه نفقتم علينا أشياء من أجل تتهمون بمثل هذه اتهمة بارك الله فيكم وسامحكم الله طيب تفضل شيخ فوزان تفضل دكتور عيسى أنت الحلقة كاملة لك يعني ما أستطيع أنا ليدي تجاهز حلقة بينكم يعني اتهماتي شيخ فوزان ما يصلح تفضل شيخ فوزان هذاك تعليم أنا أرجو أرجو منك أطلب منك من هذا المنبر أن تنكر تنكر الوضع القائم لأنك أنت الآن تقول لا أرضاه ممتاز هذا جميل أشكرك على الشيء هذا نعم أشكر ونفس الدفاع المدني بعد رجال الدفاع المدني اللي اطلعوا بصور أصف لحظة لحظة شوي فضل نفس رجال الدفاع يطلعوا بصور واجتسامات وضحكات وكذا هذا في البداية سيصل إلى ما وصل إليه الوضاع المسائي الأمر الأخير يا دكتور عيسى يا دكتور عيسى وفقنا الله وإياك آمين وفق مدام رجل وامرأة يشتركون في محل واحد متعدد الأغرار لا يمكن أن نضبط بضوابط شرعية يا دكتور عيسى رجل وامرأة فترة صباحية من الساعة الثامنة إلى الوقت الفضاء ووقت الغراء أمني قال أمني قال أني أنا وأمثالي وفقم على هذا الشيء لاحظة شوي يا دكتور عيسى ماذا نقول مشاركة رجل وامرأة في محلات متعددة الأغرار هذا هو المشروع في محلات متعددة الأغرار رجل ونساء والشاب والشاب عمره عشي وش نقول بضوابط الساعية يعملهم بعض معا بجانب بعض كيف وش أنا واحد شرعي أيا كان كلانا وثلاث كيف يضبط هذا بضوابط شرعي نقول هذا لا يجوز ونحن لا نحابي أحد ولا نجامل أحد في دين الله عز وجل ما يعتقدون الأمر الثاني يعني إذا اختلفنا وانا وأنت لا تتهمني أنت أنني متشدد ولا أتهمك أنك بعد أي اتهمات أنت اتهمته قبل شوي شخص فوزان وقلت مطيئ وأنه ممن ركبوا الموجة أنت قبل قليل اتهمته الله يساهم إحنا جيد فوزان أمو باللعاب قالها ناس شايخ وعلمة لا وأنت كلتا بالسانك قبل شوي أنت كلتا قبل شوي واتهمته علماء قالوها العلماء العلماء اللي اتطالوا ذلك لا أصبر يا شيخ فوزان وش قالوا العلماء منهم العلماء اللي قالوا وش قالوا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ البراك وغيرهم يعني أنت تؤيد ما قالوه مطلقا وكأنهم يحتجوا بقولهم ولا يحتجوا لقولهم أن تتعبد الله تتعبد الله بكلام خلق الله أم بكلام خالق خلق الله هل تتعبد الله بالكتاب والسنة أم بطلبة العلم الذين يؤخذ من قولهم ويرد حينئذ هل هذا هو منهجنا السلفي أنا وإياك هل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة أن تحتج بقول فلان وفلان وأنا قد رددت عليهما ردا علميا مؤدبا كل ما نريده علم عدل أدب نريد الذي درسه ودرسناه ودرسته أنت في المدارس والجامعات أن نراه في سلوكياتنا في أخلاقياتنا أصبحنا يا أخي الكريم أمام الشاشات أمام العالم يريدون أن يروا السعوديين الذين لا يشكل 2% من المسلمين أن يعطوا جانب إيجابي حتى في خلافاتهم دون اتهامات المتبادل إذا كان المشائخ يلقون مثل هذه الكلمة على الآخرين مطية ونحو ذلك فماذا سيكون حال حينئذ من الطلبة المريدين دكتور عيسى بمذكرة الاختغاط قلت كلام أعظم من ذلك أنت قلت أنهم خوارج وأنهم مفرقة الإرهاب يا أخي الكريم أنا لم أقل هذا الكلام على أحد بعينه أنا أتكلم عن أوصاف وحينئذ هذا يا أخي الكريم سنة ما باله أقوام لكن أنت الآن تحتاج في فلا وفلا طيب شيخ فوزان خلنا نرجع الموضوعنا يا أخي الكريم الآن في مدن جامعية مدن جامعية 100% حينئذ للبنات هل يجوز أن يكون فيه مسعفات تبع الإسعاف ودفاع مدني تبع الدفاع المدني 100% نساء تعليق لك شيخ فوزان قلت قلت لك أنا قضية أن النساء يعملنا مع نساء لا يشكل في ذلك هذا الذي أنا أطالب به ما طلبت أن تعمل حينئذ امرأة في الدفاع المدني مع رجل تركبه إياهم جنب بعض ما طلبتنا بهذا أنا أقول دفاع مدني يوظفون نساء في الجامعات النسائية ويوظفون نسائفات في الجامعات هذا كل ما يقولت يا دكتور عيسى إذا كان هناك حالة حالة في بيت أو في منزل أو في متجر أو في مصنع أو في كذا لا يقول هذا خلاص لا بد أن يكون فريق طبعا هو ذكر شيخ فوزان فريق سيادة الرجال ونساء يا دكتور عيسى ما يصل على التلبيس كذا يا دكتور عيسى لا هو قال لو فيه جامعة جامعة كلها جامعة نور على سبيل المثال وفيها مسعفات من النساء ما الإشكال في ذلك وموظفات إطفاء الحرائق ما المانع من ذلك أنا أقول المسألة أول شيء لا بد أن تعرض على الجهات الإفتاء الأمر الثاني ولله الحمد أننا حاليا لم نصل إلى هذه المرحلة يعني مرحلة والله أنه هناك ضرورة قصوى ما دام والله الحمد أن الرجال يدخلون على الجامعة سواء كنسة يجوز ذلك باتفاق المسلمين فلسنا بحاجة لتحرير هذه المسلمين أو لربها لجهات الإفتاء ولله الحمد منه شكرا شكرا معنا دقيقة علي طيب دقيقة في الختام أنا أشكر الشيخ فوزان وأشكر جميع الإخوة وكما كان ودي في الحقيقة أن يكون الحديث مشتد ولكن أحيانا تفاجأ في مثل هذه المر عموما أشكركم على هذا اللقاء وكل ما أريده أن يكون وفقا للثوابت الشرعية والضوابط الشرعية وأيضا منطلقا من رأي سماحة المفتي العام واللجنة الدائمة وهي تكبار الأولاد شكرا شكرا لك شخي سلعية وعضو مجهد الشورى وألقاء كذلك إذا مشاهد الكرام نازلنا معكم فاصل قصير ثم نعود إليكم اشتركوا في القناة